اشتركوا في القناة ونسا قلت احكي عليه ليما اذا تحوير الوزاري وما ادرك ما تحوير الوزاري وانتي في حوار ليك مع اذكر الصباح قلت انه ادعو حركة النهضة الى حوار عاجل مع عيسف الشاهد فيما يخص تحوير الوزاري لماذا عاجل؟ لماذا تستعجلون الحوار؟ لانه الحقيقة معناها الاوضاع متع الشغور الموجودة على مستوى وزارة هامة كما وزارة التربية ووزارة المالية ونحن على بواب السنة دراسية وعلى ابواب ايضا موازنة مالية فيها قانون للمالية وفاهم موازنة للمالية باش تتعرض على مجلسنا بشعب في اقل وقت وعلى ابواب ايضا وضع معناها اقتصادي في حاجة الى الاستنهاض وفي حاجة معناها للعناية اكثر حركة النهضة ترى ضرورة في ان يقع هذا التحوير الوزاري في اقرب وقت وان تنكب حكومة الوحدة الوطنية على اولوياتها المعانونة في وثيقة كارتاش وهذا بتبعه الحال نعتبره حاجة معناها ملحة ما عاش تطلب التأخير ولذلك نحن قلنا لابد على سيد رئيس الحكومة ان يبدل تشهده حتى يعجل بغلق هذا الملف حتى تتجه كل اجهزة متع الدولة وخاصة معناها الحكومة الوحدة الوطنية الى بذل العناية لتحقيق جهودها وتحقيق معناها برنامجها اللي المفروض معناها نمشو في اقرب وقت من اهيك انه اللي تحس الاجندة المطروحة في المرحلة القادمة فيها العديد من الملفات اللي تحتاج الى جهد تحتاج الى انه هالدوسيم تحوير والتغيير واللي ماشي واللي جاي معناها يغلق وتتجه البلاد الى الاستحقاقات متع المرحلة القادمة وانهي كما قلت لك المفروض مازال استحقاق اخر يتعلق بالانتخابات البلدية هذا كله يطلب معناها نربح الوقت مازالتو في نفس التمشي تحوير جزئي وليس شامل الحكومة خاطر اخر مرة جيت بحدنا هوني قلت انه نحن ولا نطلب تحوير شامل للحكومة بل سد الشهرة هو تزداد هذه القناعة الان وقت لنا القاور واحنا كما قلت لك معناها على ابوب معناها سنة دراسية ولا ابوب سنة مالية وعنا ثلاثة وزارات الان معناها الشاغرة الشاغرة فنقدر اللي فتح الباب لتغيير شامل في حكومة الوحدة الوطنية هذا بجزيدي ربما يستغرقنا وياخد مننا برشة وقت ويستنفذ معناها جهود ربما هي في حاجة ان تتجاه الى العمل الحكومي الميداني ولذلك رؤية حركة غنالة فيما يتعلق بالتغيير طرح تغيير جزئي يسدد الشهور ونمضي سريعا الى كما قلت لك الى الاستحقاقات الوطنية وبعد الانتخابات البلدية اذا كان بالامكان باش نتحدثوا على تحوير في حكومة الوحدة الوطنية ياخد طبيعة متاعه ربما الشامل والتقييم الشامل يكون فما من الوقت الكافي لسيد رئيس الحكومة باش يكون عنده تقييم لاداء حكومته واداء وزاراته وبعد الاستحقاقات المتاع الانتخابات البلدية نجمو نستطيع ان نمضي في تحوير شامل ان رأى ذلك رئيس الحكومة الوطنية طو بالنسبة اللي كان باش نمشيه في سد الشغور سد الشغور ايضا باش يمشي بين احزاب الائتلاف وما يقال رئيس الحكومة وحده هو المخول بتقييم عداء وزرائه وتعينهم لكن وقت لي جي عين هذا ما يسويش وهذا ما نحبوش عليه وهذا كذا من الجهات كل اول حاجة التسريبية تقول انه اليوم ستعرض التركيب على رئيس الجمهوري كان هذا اللي اسمعناه وهو ليس بالخبر اليقين انه ما قتلك من التسريبات لكن اعطيت الفرصة لرئيس الحكومة انه يعين الفريق الذي يرتقي يعمل معه والحزاب تحضر الانتخابات البلدية وتحضر تقييمها وتحضر كذا ثم يحاسب على خيار مش خيار اش عملت في الكامور ولا اش عملت في كذا ولا في نسبة النمو انت وفريقك خلنا نحاسبوك بترايش انه تقلب ولا يمشي على رأسه والنظام السياسي من جهة رئيس الحكومة يحبوه عساس حارس لفريق لم يعينه هذا ما نحبوش هذا نحبوه هذا كذا ومن جهة اخرى يجي نحاسبوك لانه تقييم الحكومة معناه هذا افضل الى مهرجان سنوي اسمه التحوير الحكوم كل عام مش معقول كل عام عنا حكومة معناه اللخبطة هذي الكل في اعتقادي مش متسبة فيها حزاب الاتلاف او بعض شخصها على الاقل لا انا يمكن في وجهة النظر امتاعنا نقوله انه النظام السياسي اللي افرزه للدستور امتاع 2014 وطبيعة حتى النظام الانتخابي نفسه تفرض وجود معناها اكثر من حزب سياسي معني بالحكم في قضية التشكيل ما يسمى بالاتلاف لادارة اوضاع الحكم الاقتلاف الحاكم هذا بطبيعة الحال ما ينجمش شي يتعطى مع حكومة ربما ما اعطاش فيها وجهة المظر متاعولي يعني في الاخير هذه قوة انتخابية افرزتها الانتخابات وهي مسؤولة امام الشعب ما تنجمش عليه لا ما يعلبزه ومعناه ايه اما اخويا ايه الحزاب تتحمل مسؤولية تحط الناس ايه اعطوني بتاعكم اخي هو شنوه وقت للانتخابات اعطات اعطات اللي اطلع يعين وزره حط وزره ايه وكانوا زوز حزاب يقصوا ايه باش نحملوكم مسؤولية بعد يترجعوا يتروحوا على الارواحكم وهناش تولي الحزاب تولي وقت لي تقع قانون المالية الحزاب هي اللي تتكفل بيه مع الشعب وتشرح وتعارك ووقت لي يقع الكامور الحزاب مش قياداتها تشارك في المظاهرات وهي تصدر بيانات دعم للحكومة وا 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 الاخري او انه او انه ونقولوا باهي لحزاب باش تشبد روحها شوي تشبد روحها تقنيا واخترت الخيار هذا باش تختار ناس معناها الاكثر كفاءة والاكثر اشعاع والاكثر اقناع وتخليهم يخدموا الارواح مكان ما نشحوش تقول ببرو روحهم احنا اصحاب العهده احنا اصحاب الولاية عليكم على كلنا اللي يقولوا فما صعوبات صعوبات ربما متأتية من طبيعة النظام السياسي متأتية ايضا من طبيعة النظام الانتخابي ولكن متأتية ايضا من طبيعة ان بلاد تمر بانتقال ديمقراطي الحكم فيه الى حد الان ما زال يحتاج الى اقدار كبيرة من التوافقات الواسعة وهذه الحكومة حكومة سيد يوسف شهد جات على اثر توقيع احزاب سياسية ومنظمات اجتماعية على وثيقة كارتاشف وتحدث الاولويات امتاحها وتحس الاحزاب هذي والمنظمات انها معنية باداء الحكم ومعنية بابداء الرأي مع المرونة الكافية اللي تسمح لرئيس الحكومة لانه في الاخر ما يتفرش عليه وزراء ولا ما يتفرش عليه خيارات وانما هناك حوارات حوارات تؤدي في الاخير الى وجود حكومة عندها حزام سياسي حكومة قادرة على تمرير مشاريع قوانينها تعتقد الحكومة في العام اللي فات بكل صف هذا تعتقد الحكومة كان عندها حزام سياسي انا شو المقياسة متاع الحزام السياسي هو تمريض القوانين في مشطور شعب لا لا هذا 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 جزء من المعيار اللي نقيموا به جزء هي جزء هو جزء من المعيار جزء البرنامالي لكن مش الحزبي لا لا وجزء من المعيار جزء من المعيار متاع الحزام السياسي الذي يمكن حكومة ما من العمل والاستمرار هو قدرتها على تمرير مشاريع قوانينها في مجلس المحتفى حكومة سيد يوسف شاهد مرت كل القوانين هي ما عملوا لهاش بوكاج هذه ناحية في شارع فانيا الدرجة ذاك في طبيعة العمل المتاع المجلس حزام السياسي المقصود به الشارع حتى في الشارع نفسه بذلت جهود الحركة في أن تدعم حكومة الوحدة الوطنية وأن تكون حزامها الشعبي الذي يدافع عنها ويدافع عن خياراتها ويدافع عن اعتصامات شوفنا نوار خرجوا في اعتصامات الاعتصامات والأحداف وبينا وما وقفنا فيها سواء في الكامور في التطوين ولا في غيرها فما قضايا في وقعنا تحتاج إلى أن نفهمها وتحتاج أيضا أن يقع استيعابها ما نخليوش الأمور معناها تنفلت ولذلك الوقت يتبدأ فما مطالب ذات طبيعة الشعبية ما ينكرها حتى إنسان الحق في التنمية والحق في التشغيل ما تنجم حتى جيها تنجم جي ضد خيارات شعبنا في المطالبة بالتشغيل وفي المطالبة بالتنمية والوقوف مع المواطنين في هذه القضايا هذه يسهل ويسر عملية حوار حكومة الوحدة الوطنية لإيجاد حلول مع هذه القضايا اللي موجودة في العديد من الجهات واللي ريناها في الفترة الفارطة في ثلاثة أشهر لفارطة سواء في تطوين ولا في غيرها من جهات الجمهور وأنت ناتق رسمي باسم الحركة النهضة ويهمنا نعفوري الحركة ومن داخل الحركة حاول تقييمها لحكومة السفشيد إلى الآن أكيد صارت حوارات ونيقشت داخل حركة النهضة حاول البيلان تاع حكومة السفشيد من السابق لأوانه الآن أن يكون هناك ربما رأي في داخل الحركة يتعلق بتقييم شامل معنى لش تعجلوا بالتحوير التحوير فرض بأمر الواقع معنى جزء من التحوير فرض بأمر الواقع بوجود شغور في بعض الوزارات وبالتالي نحن للضرورة هناك لابد أن نمضي في هذا التحوير الجزئي للشغور الموجود في وزارة التربية وفي وزارة التنمية وفي وزارة المالية تقييمنا إلى حد الآن فيه إيجابية تتعلق أساسا بإدارة الأوضاع فيما يتعلق خاصة بملف محاربة الإرهاب معنى لهذه الحكومة حقفت نجحات مهمة في هذا المجال والبلاد الآن نرجموا قولوا فيها أقدار من السلم وأقدار من الوضع الأمني الإيجابي اللي خلانا في وضع هجومي في علاقة بمكافتة الإرهاب وهذا يحسب حكومة الوحدة الوطنية كذلك بداية بداية الاشتغال طبعا إذا كان فيما وزارات حق نجحات المفروض ما يتم مش التغيير في وزارات حق نجحات يدركها المواطن ويتابعها كل الأطراف معناها الموجودة في الساحة السياسية هناك أيضا معناها نجحات على مستوى السنة الفلاحية أو حتى السنة السياحية معناها نعكاس التحسن الوضع الأمني كانت عنده نتائج حتى على الملف في متاع السياحي فما صعوبات حقيقية فيما يتعلق بالوضع على الموازنات المالية هذه فما صعوبات في إدارة هذا الملف فما صعوبات فيما يتعلق بالإدارة متاع الملف المالي في حاجة أن هذا الملف تقع فيه عناية ويقع فيه حتى حوار حتى نرشت حلول لأن المشكلة هذا فيه مشاكل معناها ذات طبع عميق ثم أيضا الحملة متاع اللي تفضلت بها سياحيات تكفيما يتعلق بمكافحة الفساد اللي في منظورنا في داخل حركة النهضة هذه الحملة دعمناها منذ بدايتها وعبرنا على دعمنا الكامل لحكومة الوحدة الوطنية في مكافحتها للفساد مع طبعا في الحركة ما زلنا الرأى أن هذه الحملة هي ضمن سياق استراتيجي معناها ما يزمش يكون ولا ينتظروا تونسى أن الحملة هذه هي متاع جمعة جمعتين وشهر وشهرين يتأخذ سياقها الاستراتيجي كما خذت الحرب على الإرهاب طبعها الطويل المتوسط الأمد وطويل الأمد وتحتاج أيضا إلى جهد كبير نبذلوها على مستوى التعزيز الترسانة القانونية اللي تمكن الدولة وتمكن الحكومة باش تكون مكافحة متاحة للفساد تحت سقف معناها القانون وتحتاج أيضا إلى تعزيز أوضاع القضاء المستقل اللي كل ما نعزه بنيانه أن نتمكنه من مكافحة الفساد ضمن قضاء مستقل عنده القدرة على محاربة الفساد ومحاربة الفسيدين ساعميد معتك نعم لأنا البغاليليزم بينكم وبين الحركة نداء تونس حنيفكم الاستراتيجي نلقى فما تعارض تام بين اللي قلتوا سيادتك واللي قلوا فيه نداء تونس على مستوى الساعة والحاجة لتحويل وزارة تغيير شامل طب بين تغيير شامل ودخول وزراء أخرين في الحكومة اثنين يحكيوا على تردي الوضع الاقتصادي وميما فيه الصناعي والاجتماعي والسياحي وكارثة وصندوق النقد دولي يعمل دولها في البلاد وبشي يشري المحيرة ويشري المعارب الأثرية يعني كيف مكافحة الفساد عندهم برشة احترازات على مكافحة الفساد يعني تباين في الأراء أنا ما أقولش على كل هو لكل حزب سياسي معناها الحق في أن يكون له تقييمه الخاص وتقييمه المستقل كحنيف كشركاء في الحكم وفي إدارة المرحلة لكن هذه هي وجهة نظر حركة النظر فيما يتعلق بطبيعة التحويل الوزاري نحنا ما ناش مع تغيير شامل نحنا مع تحويل جزء الآن وإرجاء التحويل الشامل إلى ما بعد الانتخابات البلدية تقييمنا أيضا لحكومة سيدوس الشهد ما هوش لكله معناها تقييم سلبي هذه الحكومة قدمت الكثير وأدارت أوضاع صعبة وحققت نجاحات في مجالات ما زلنا فهمة مجالات ما زلنا إلى حد الآن ما حققناش فيها المأمول اللي يحمي التجربة التونسية لأنه الصعوبات الكبيرة متأتي من أوضاع الاقتصادية الحقيقة معناها كل ما يكون الوضع الاقتصادي في البلاد ما حققش الإقلاع المرجو وما حققش النمو المطلوب هذا يهدد حتى التجربة نفسها ولذلك نحن في حركة ناظرنا نتصور الملف الاقتصادي ينبغي أن يحظى بعناية كافية وينبغي أيضا أن يدار ربما في مرحلة قادمة في إطار تشاور وفي إطار حوار حول هذه الملفات ذات طبيعة الاقتصادية الصعبة وخاصة في إدارة الملف متع التوازنات المالية متع الدولة جسما هو سيد لازه العكرم يحكي على الحزاب السياسي وكل كل يوم من إصلاحات المفروضة على المؤلمة سألوا الناس المؤلمة على الاقتصاد التونسي لازمها إرادة سياسية ولازمها حزاب سياسي لازم يكون يدفع عليها لا يدفع أحد عن الإصلاحات السياسية المرتقبة اليوم رئيس الحكومة من جمشي عن مصلحات هيكلية في الإدارة التونسية نحكيه على تأسريح موثيل نحكيه على تنقيس في الكوب بتاع الكوب بيبليك نحكيه على التوريد وإجراءات مسلاحية في التوريد والمخزون متعنا في العملة السعبة لازم يزيد هذاك عليش نحن في حركة النهضة نقوله أن كل هالإجراءات هذه والإصلاحات المطلوبة ينبغي أن تكون في إطار حوار مع القوى السياسية دعمة لحكومة الوحدة الوطنية وحتى القوى الاجتماعية لأنه فما منظمات اجتماعية هي بيدها يزيمها تنخرط في مثل هذا الحوار هذه حتى نظما لأي إجراءات ربما باشتتخذها حكومة الوحدة الوطنية في المرحلة القادمة الظروف المناسبة ساعة باشتنفذ الإجراءات هذه أقدار كبيرة من التوافق الاجتماعي وحزام سياسي قوي ودافع على هذه الإصلاحات بالطبعات الحال إذا تحققت القناعة في الضرورة متاحها والحاحيتها في المرحلة القادمة عليش وذيقة كرتاش فيها الاتحاد اللي عم تشغل وفيه الوطيكا وفيه الحزيب الديع عليش تبدغيير الإطار لا لا مفهماش حتى مفهماش تبدغيير الإطار هو الاستمرار في الحوار مع كل الأطراف الدعمة للمواقع ساعة وثيقة كرتاش والدعمة لحكومة الوحدة الوطنية المضامين اللي وردت في وثيقة كرتاش هي أولويات ومضامين معناها تنجم تقول تحط الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة ولكن هذه المضامين تحتاج إلى تفصيل تحتاج إلى مضامين تفصل في الأولويات وتضح على خارطة للإنجاز من خلال مشاريع من خلال إجراءات وكل هذا باتبعات الحال ييسر تنفيذه على أرض الواقع إذا كان يكون في حوله توافقه إذا كان يكون حوله تشاور لأنه ما نحبوش ندخله في إجراءات يقع تعطيلها يما من قوى سياسية داعمة للحكومة ولا أيضا من قوى اجتماعية موجودة في توقيع الوثيقة كرتاش في الحقيقة أسماء أصور ريبط ليمات تحب ناخد تعليقك على حول الأسماء إذا تسمح ناجم الغرصة اللي معتف التاسري بردي يقول لك مشارجة على ذات الداخلية سليم شاكر في الاستثمار مش نوريك أنت في الأسماء سليم شاكر ناجم الغرصة ناجم معتك تشكيلة كاملة ممكن عانك تشكيلة سيرظر ما عنديش نعتبر هذه ما ذكرته من أسمائي كفاءات وطنية المفروض في المرحلة القادمة كما قلت لك بالنسبة لنا في حركة النهضة قطع نظر على الأسماء المهم بالنسبة لنا أن كل مسؤول يجيه قادر على أن يشد الملف متاعه عنده الكفاءة والاقتدار وأن لا يحظى بالشعبية لا شو لا يحظى بالشعبية العملية متاع التزديد متاع الشغور والتغيير الحكومي هو حصيل التنيقاش وحوارات بين القوى والحزاب السياسية وهذا يحتاج إلى أقدار من التوافق ربما حول الأسماء اللي بيش تمسك الملفات بالنسبة لي نحن دعمين لكل كفاءة وطنية نعتقد اللي من خلال إدارتها لملف في الوزارة متاعها بيش تحل المشاكل التوسيل عندكم معلومة أنه تم الاتفاق القائمة ولا للتحوير ولا ملء الشغورات ولا أنه قبل العيد سيتم المعلومة اللي عنا أنه يزم يتم هذا في أقرب وقت أقرب وقت في أقرب هذا المقصود ليسنا لا لا مضابينه قبل العودة قبل العودة بنت العيد عليش ليه إذا كان ممكن قبل العيد، مش مشكلة في العيد ولا بعد العيد أسامة، أنت ما عندكش معلومة حركة نهضة لا تملك معلومة لا، إلى حد الآن ما عندناش تطقيق في المعلمة ولا معلومة مش كل الحقايا توقع لزيد بالتحوير الوزاري وقتش بش يكون بالضبط، هذا حصيلة لحوار حوار كمل أو مزال؟ مازال هو سيد ريسكوما قاعد يتصل بالأطراف السياسية الحوار مزال مكمل ماذا شو قدم اليوم سمحني سيد ريسكوما؟ والله التسريبات تقول أنه اليوم أنه حصلت، الحوارات حصلت رئيس الحكومة تقابل مع الأستاذ رشد غنوشي تقابل مع ولي العهد حافظ قايد سمسي وتقابل مع الاتحاد الشؤون، تقابل مع كل العمليين شو حوارات؟ معناها بشي قعدوا يجيبوا السيفي مزال محضرش والبيت دو بتاع الوزير الفلاني شو؟ وهذاك خدسين ومسلوا عليه طبيعة الحوار للتشكيل الحكومي مهاش سهلة وميسرة بالدرجة اللي نصورها أنه بعد اجتماع بممثلي الأحزاب يكون رئيس الحكومة تكونت عنده صورة نهائية لحكومته والتعديل المزاري هو رئيس الحكومة تكون عنده صورة أصلاً أي رئيس حكومة الصورة دجال اللي يخدم معه عارف وش يخدم واللي بش يجيبه وحط عليه عينه وعنده عليه فكر هذا الحال لكن هذا يحتاج هي عملية أرضاء الحزاب مش أرضاء الحزاب ما نحبش ذاك ونحيلي ذاك وذك يكرهنا وذك استرسالي وذك فهمت يقول الأخرين يقول وراء ونهضى نرجع ونرجع لـ وفالأخر بش نصطول يحولو ورغم كل هذا اللي تحكي في أنت نضيعه في الوقت بش يخضر ولذلك لحنا قلنا مضابينا في أخر مضابينا في أقرب وقت مضابينا في أقرب وقت سيعميد ما أريد أن تقول أسمي مش مشكلة ما هو ما سلقاء بين ناجل غنوشي ومن يوسف الشهد هل أنتم تزكون القائمة التي عرضت عليكم في حركة الناس قبل يوسف الشهد نحن بدأينا ملاحظاتنا، ولكن من الجمش نقول لك بالضبط نحن بدأينا ملاحظاتنا في ما عرض علينا فما البعض منها إيجابي وفما البعض منها شلينا، أما التغي الأكثر هو الإيجابية ولكن بالنسبة لي نحن أيضا قدمنا مقترحات معنا عنا يجبش تقدم أسماء لي أنه ربما لا مش انت تقدم، قدمت مقترحات بالأسماء، مش بروفيل، من الحركة؟ مقدمنا مقترحات، خارج الحركة، مستقلين شو شو، كنا نقوله قبل ما تجي قدره، بشي قلك خذ لا شيء حتى من داخل الحركة، نفسك ماذا زدنا، من داخل الحركة، من داخل الحركة، بي بي على من سيضحية ليلة العيد ووسف شيت؟ ليس هناك تضحية على الأشخاص وإنما هناك تضحية من أجل البلد إن شاء الله إن شاء الله المهم بالنسبة لنحن أن الحكومة هذه تكتمل في أقرب وقت وقت تنكب على الملفات المطروحة بالمرحلة القادمة نعم من باب النصح ورسك 2019 هو المعطل لبلاد الكل من سيحكم البلاد من سيكون رئيس جمهورية هذا المعطل الدنيا ووقفها كله مانع أي توافر هذا رو مشروع من هنا لـ 2019 لكل مواطن تونسي معناك تتوفر فيه الشروط بيش يكون حات الأجندة هذا حقه الدستوري لكن بالنسبة لي نحن نقوله من السابق لأوانه الآن الاشتغال على 2019 والـ 2019 بالنسبة خاصة للأطراف السياسية ولحكومة الوحدة الوطنية بالذات أنا أقول الملفات المطروحة عليها الآن تجعلها عمرها ما عملت ندوة صحفية على الفينو 19 ما يخذح حظها الأساسي في الاهتمام وما يشوش عليها حتى تاريخ يا ولدي هي عمرها ما تكلمت عليها الفينو 19 وعمرها ما عملت ندوة وعمرها ما خرجت بيان المشكلة في أنه حقيقة ما تحت الطاولة ما وراء الستار للي تبع الإقاع في تونس الإقاع السياسي حقيقةً اللي موقف البلاد هو قصة 2019 من سيحكم تونس في الوطنس رجعين بعد الأخبار أنت قلت مبن نصحي معنات يوسيكم بعدم الاشتغال 2019 ويوسيكم الله كفيش مش للإرث ايه مش نعم ترونزي سيحكم يا ملكي بيج بعد شو مش نحكيه عالإرث رجعين بعد شو نحكيه وزاد على المشاكل الدينية ذي الإرث وايكي في كيف انتخابات البلدية وما أدرك رجعين انتخابات البلدية فماشكون يقول لازم من أجله انتخابات البلدية وحكمة سوفشاد ميش حاضرة وليزية ميش حاضرة باش تأمل انتخابات هذي فماشكون يقول لازمنا دازمتين في وقتها وحنا حاضرين لانتخابات البلدية انتو ماشنو ورايكم من هل الاخذ والعتاء احنا تقديرنا انه الانجاح متع محطة الانتخابات البلدية هو من بين اكبر الاولويات المطروحة في المرحلة القادمة وخليني نقول لك في ما تبقى من سنة 2017 وتاريخ يوم 17 ديسمبر هو تاريخ مهم اجراء الانتخابات فيه هو استكمال للنظام السياسي الديمقراطي في البلاد استكمال لمحطة مهمة من محطات البناء الديمقراطي في بلادنا واستكمال ايضا لتفعيل المادة السابعة للباب السابع للسور اللي هو فيه تفعيل للدور المركزية والسلطة المحلية قطع نظرة على الجهوزية متع الاحزاب للموعد هذية قطع نظرة زادة على جهوزية حركة النهضة نتصور الموعد اللي خذته الهيئة العلية المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 نيسمبر هو موعد مهم لحد الآن قادرين نمشيوا للموعد هذية ونحن في حركة النهضة حريسين على تثبيت هذا الموعد وذهاب إليه ونعتبر المشاركة والنجاح في الانتخابات البلدية هو نجاح للبلاد لأن الوضع متاع البلديات ما عدش يستحق المزيد من التأخير فيما أوضاع صعبة في إدارة البلديات وفي تحسين أوضاع الناس القريبة من بنية أساسية من أوضاع بيئية من تحسين للجودة متاع الخدمات على مستوى البلديات هذا يطلب حقيقة أنه المعنى الانتخابات البلدية تجرى في التوقيت اللي يتم الإعلان عليهم لكن فيما يكون يقول استكمال بناء خيخ بين دفريد نحكيه على انتخابات بدون مجال جماعات محلية وسيد رياض الموخر وإذا كان إذا كان بشنا انتخابات بلاش مجال جماعات محلية انتخابات بقانون 75 وليس بقانون جديد بدون بنايات للبلديات وفما حتى بلديات بالاسم بلاش مباني معتب بأي أنا تقديري كل اللي كل اللي تفضلت به يقول أنه مناش ماشي الانتخابات يعني إذا كان مش نقعد وننتظر لا لا إذا كان مش نقعد وننتظر انتخابات بلدية حتى تجهز المباني وحتى معناها تتحقق البنية البنية الاساسية فما الآن العدد معناها مهم النجم يقوله الغالبية الغالبة متاع البلديات موجودة قائمة عندها البناء متاحة التحتية موجودة الإدارة الوقتية لإدارة البلديات هذه بمعنى والتقاليد موجودة ممكن القانون متاع الجماعات المحلية ينجم يتعلل به البعض لتأخير الانتخابات البلدية ولكن أنا نقول القانون هذه بالإمكان إذا كان يكون فما جهد في داخل المجلس والشعب بالعودة للسنة البرلمانية القادمة يمكن أن القانون هذا يتم المصادقة عليه ويكون هو الإطار الذي ينظم عمل البلديات في المرحلة القادمة ولكن انتظار كلها التي تتحدث فيه من أجل إنجاز الانتخابات البلدية هذا يمكن يعط الانتخابات إلى ما لا نهاية يعطوا إلى ما بعد ربما حتى 2019 خنكون أفوكادو جابل شوية مثال شما بش نخ رايع بيد وتقول لي تعليقك يقول نهذا هي جاهزة الانتخابات البلدية وعندها مقترعيها وسجلوا وعندها الخزان الانتخابي موجود لبس عليه لكن على حساب شنوع حساب الاستكمال البناء يقول لك احنا مازلنا مش حاضرين البناء الديمقراطية المحلية اليوم المركزية بلا ارسونال واضح بش نمشيو فيه باي عملنا انتخابات بلدية اليوم باي قانون سندير المرحلة بخمس سبعين ولا بقانون جماعات المحلية ويعني نحكيوا على استكمال الديمقراطية واللمركزية والديمقراطية المحلية بلا قانون بقانون قديم خمس سبعين الوالي عنده سلطة ما زالت رئيس البلدية بش يكون منصب شكلي سوري ما هوش حسب القانون الجديد فما حلول تنجم تكون في الاثناء يعني اذا كان القانون متع جماعات المحلية مخلطش اثناء اليوم معناها الاقتراع ما كناش مؤطرين لانتخابات هذية بالقانون متع الجماعات محلية جديد ينجم يكون هذا يتم المصادقة عليه حتى بعد وقفر الانتخابات البلدية لكن فما جهد الان موكول لمجلس المبالشعب ان يبذل العناية وان يركز جهود كبيرة في داخل اللجنة حتى يمرر هذا القانون على الجسر عام مقبل الانتخابات البلدية وهذا ممكن اذا كان فما توافق موجود داخل الكتل في مجلس المبالشعب ممكن يتم المصادقة على هذا القانون والممارسة الفعلية للعمل البلدي من شأنها من خلال ساعة العودة للناس وللمواطنين في العملية الانتخابية يؤسر انا قلت لك بالنسبة للقانون ينجم يكون موجود ولكن اذا كان صارت الانتخابات وهذا معبر عليه حتى سيد وزير الحكم السرياض المخر اللي قال اللي ممكن معناها القانون هذي تجرى الانتخابات ويلحق القانون فيما بعد معناها يتأطر الوضع الانتخابي ما بعد الانتخابات بقانون جديد ينظم المركزية وينظم المحورية كإطار لتفعيل السلطة المحلية هل من مصلحة حركة النهضة تجرى الانتخابات والله أنا أنت مقبليك وكأنك تعتقد حركة النهضة حريصة تسأل في السلطة وتسأل ربما في السلطة البعض اللي يرى أنه ربما المستفيد الكبير لمحطة الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر وحركة النهضة لا حركة النهضة كغيرها من الأحزاب أنا نقول لك أنه نجم الصارحة كلي حركة النهضة ما هيش مستعدة 100% لهذه الانتخابات إلى حد الآن معناها الإمكانية والاستعداد نحنا خرجنا من مؤتمر أنجزنا ما يسمى بالتجديد الهيكل للهيكل من هيكلنا ما زالتي لحد الآن معناها بتحطط على الأرض هيكل جديدة والمدة معناها قصيرة للانتخابات البلدية بحيث ما نجموش نتحطه في داخل حركة النهضة على استعداد كامل 100% ولكن الأهم بالنسبة لي نحنا ما هوش النجاح الهزبي وهذه نقول هلك بصدق الأهم بالنسبة لي نحنا هو النجاح في هذه الانتخابات لأنه نجاح للبلاد وإدارة الحكم المحلي مش كما إدارة الحكم المركزي الانتخابات البلدية تفرق على الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية بش يقع إدارتها من خلال العديد من الكفاءات الحزبية والكفاءات المستقلة وهذه تجربة جديدة بش تدخل فيها بلدنا ولذلك نحن حريصون على موعد الانتخابات من أجل وضع حد لهالهامش متع الفاصل متع سبع سنوات اللي هو وديرت فيه هذه البلديات بطريقة فيها الكثير من الوطنية من الناس اللي شدوها في النيابة الخصوصية وفيها كثير من الجهد ولكن تبقى من غير العودة للمواطنين ناقصة شرعية وناقصة تمثيلية حقيقية للناس والكفاءات اللي ممكن يديروا البلدية ولذلك نقول أنه إدارة الانتخابات في 17 ديسمبر والنجاح فيها هو نجاح للبلاد بقطع نظر الليفيتات الحزبية اللي ممكن تفوز في الانتخابات البلدية ونقولها للتوانسة وللأحزاب رأوا إدارة الشأن البلدية تفرق كثير على إدارة الحكم المركزي بقواعدها بيانسير بطبيعة الحال وأنه اليوم في حاجة لكل خطرا بعد بش نقربوا برشة للناس وبش نقربوا برشة المواطنين وبش شو تولي معناها أوضاع إدارة البلديات أوضاع في علاقة مباشرة بالناس وهذا يحتاج إلى التكتف كل الأطراف اللي بش تنجح في الانتخابات القادمة البلدية سواء كانت أحزاب سياسية ولا مستقلين ولا كفاءات وطنية وبهذا القرب ممكن أن ننجح انتخابات الشريعية ورئاسية وبهذا القرب ممكن أنه أحزاب سياسية ممكن أن تنجح في الانتخابات اللي تفوز بالانتخابات البلدية يكون عندها احتمال كبير لأنها تفوز بالانتخابات التشريعية فما ديناميك فما ديناميك متاع انتخابات ولكن أنا مش هتركش برشة لأن الانتخابات البلدية ستضع الأطراف الفائزة أمام تحدي حقيقي وما هوش لعبة وإذا كان نجحت في إدارة أوضاع الناس وإدارة أوضاع البلديات يكون من حقها بيش تفوز في الانتخابات التشريعية لأنه قدمت للناس حاجة ولكن إذا كان تعثرت أيضا في إدارة أوضاع الناس وهذا تحدي كبير ومش سهل إذا كان تعثرت أيضا هذا ربما ما بش يقلص من حضوظها في الانتخابات المتعالفين وتسعتاش ولذلك نقول التحدي هو تحدي كبير اختبار حقيقي وهو اختبار حقيقي لإدارة أوضاع الناس فما اختبار حقيقي تم اختبار حركة النهضة فيه وما زالت تختبر حركة النهضة فيه اللي هو المسألة الدينية وترحت من جديد من خلال مبادرة رئيس الجمهورية بيش قاية السبسي حول مقترح إقرار المساوات بين المرأة والرجل في الميراث وانتي بالذات سيعميد الخمير ينتقل اسمي بحركة النهضة قلت أنه هذا يخالف الدين ويخالف الشرع في القواعد والشرعية في تصريح لك إذاعة أخرى مزلت هذا رأيك أو رأي الحركة أنا لم أصرح إذاعة فيما يتعلق بهذا الموضوع ولكن التصريحات كانت تصريحات جريت الصباح وإذاعة تمس اللي قلناه بالتحديد هو نفس الكلام اللي قاله سيد الرئيس الجمهورية أنه الموضوع اللي أطلقوا سيد الرئيس الجمهورية في ثلتة شؤوت هو موضوع لغاية من الأهمية نحن في حركة النهضة حارسين على تكريس المساواة وحارسين أيضا على رف كل القوانين اللي معناه تكرس التمييز بين الرجل ومعناه هذا موقف حركة لحظة فقط تنكمل للموقف كامل وحركة النهضة بذلت جهدا كبير في مناقشة قانون العنف ضد الماء رغم كل الإشكاليات اللي كان يطرحها هذا القانون وكانت من بين الأطراف اللي ساهمت إسهام كبير في أن القانون هذا يتعدى إلى الجلسة العامة ويصوت عليه بالإجماع دون تحفظ دون معارضة واللي الحدث فيه كان كناتق رسمي كنت رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقة الخارجية وساهمت مع بقية زملاء وزميلات في اللجنة في تنريج القانون هذية وفيه معناه التحويل فيه بما يعزز كل المكاسب اللي اتحقت من خلال المصادقة عليه معناها الجانب هذا نحن حارسون عليه في الحركة وتصويتنا على القانون هذا يكرس مصار معناها نعتقده اللي يكرس كل المكاسب اللي حقتها مرأة تونسية من 56 إلى الانوي يعزز هذه المكاسب الإعلام اللي أعلن عليه رئيس الجمهورية في التشوت هو أقرب منه للفكرة اللي تحتاج إلى التنضيج ما كانش رئيس الجمهورية متقدم بمبادرة تشريعية قال هو مع فكرة المستوات نعم ولكن هذه الفكرة في تقدير سيد الرئيس الجمهورية فيها معناها مخاطرها شون مخاطر متاح مخاطر متاح أول حاجة ينزمها تكون مستجيبة لحكام الدستور وينزمها أيضا باللفظ اللي عبر عليه رئيس الجمهورية ما تصدمش الشعور الديني اللي بتتوانسة وأيضا ما تنقذش معها سماها رئيس الجمهورية بمقاصد الدين معناها من جديد نلقارو إحنا بعد 56 نلقارو نحن في محطة هامة يحتاج فيها العقل القانوني والعقل التشريعي إلى إبداع تونسي باش يعمل التوليفة اللي يكون فيها أي قانون مستجيب لكل إحكام الدستور كل إحكام الدستور نقول ومستجيب أيضا لفكرة الانتصار للمساواة ومستجيب أيضا لفكرة أنه هذية ما ينقذش مقاصد الدين وما ينقذش ما ينقن عدوا بالنسبة للتوانسة أنه دين وشرة ربي يا ساعميد عندي ما مشكلة في الكتيبة العنوان شلطوا معك أنت يا ساعميد أسمعني نحب موقف واضح موقفنا واضح أو موقفنا أو شكوم شعب بهذا الوضوح ساعميد سأترح عليك سؤال وجوبني هل هذا موقف موقف هذية الموقف متاعكم موقف مكتبة رشد الغن وش موقف مجلس الشورة وشتماعه وتخذ خرار فيه هذا موقف المكتب التنفيذي للحركة لأنه الشورة يجلس مرة في ثلاثة شهر هذا موقف المكتب التنفيذي للحركة ويعبر على مؤسسات الحركة اللي نحن بنسبة لنا الآن ما نشأ مبادرة تشريعية ما زال رئيس الجمهورية شاكل لجنة وهذه اللجنة ستنظر في هذا الموضوع عن مؤاخذاتنا عن اللجنة وملاحظاتنا عن اللجنة أن هاللجنة ما تمثلش الطيارات ربما الفكرية الموجودة معناها في البلد ما تمثلش وجهة نظر المؤسسة الدينية اللي هي معنية بهذا الموضوع في انتظار عمل هذه اللجنة وأن هاللجنة تقدم التقرير الانتاحها لرئيس الجمهورية وشوفوا رئيس الجمهورية هل ستتقدم بمبادرة تشريعية للمجلس في هذا الموضوع وفي انتظار كل هذا الحركة ست محدد وجهة نظرها مع مبادرة تشريعية واضحة قدامها وقتها نشوفوا الموقف في الحركة يتحدد ولكن الضوابة اللي يضحها المكسل التنفيذي في المصادقة على أي مبادرة تشريعية في علاقة بهذا الموضوع أنها تكون مستجيبة لأحكام الدستور كل أحكام الدستور من توطقته حتى للفصل والامتاع والفصل الفصل الثاني للفصل يتحدث على المساوات وعلى عدم مقاصة شرعة واضحة اللي ما يمكنش التعارف أنت ذا رأي مجلس الشورة لا ماشي تحفو على مشهورة لأننا نحن هذا إطار هذا إطار اللي وضعوا المكتب التنفيذي في علاقة بهذه بهذه الفكرة اللي أطلقها رئيس الجمهورية في ثلوت تشقود واللي ما تحولتش إلى حد الآن إلى مبادرة لمبادرة تشريعية لن ينظر فيها مع أنت الفكرة في المجلس الشورة ما فهماش مبادرة تشريعية قدامنا آآ كان مبادرة ينظر وكان في المبادرة لا يفهماش إلى حد الآن ما فهماش مبادرة تشريعية يمكن على ظرفها ويمكن الحكم عليها بالإيجاب أو بالسلب نقولوا هل إحنا معها في حركة النهضة المبادرة هافي التشريعية أو نحن ضد هذه المبادرة تشريعية هل تفزيتون تمس تدعاو اللجنة ولا لجنة السمت يسأل لطفزيتون لا عنديش فكرة ما عنديش فكرة اللي تمس تدعاو لا أنا ما سمعتش ولكن يوش اخللتوا برا أنا شخصي أنا شخصي ما عنديش فكرة ما عنديش فكرة هو الموقض يمكن وصفه بالمرجئة المرجئة سياسية إنتاع ولي يعجبك يعجبك سيرازر معنا تخريج إنتاع وسياسي تقعيد وفكري آآ 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 المرجئة إنتاع لكل حد حديث وآآ والموضوع على درجة من الحساسية ليش لأنه في ظل الحديث عن حركة النهضة لا علاقة لها بالأخوان المسلمين حركة النهضة لا تمثل الإسلام السياسي وإنما إسلام ديمقراطي وا 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 وهذا كله ينحو في اتجاه آآ حقوق الفرد حقوق الفرد ما معنى حقوق الفرد اليوم نلقاه مثلا سينور دين خادمي ونلقاه حسين آآ المجموعة اللي سماه رواحن علماء الزيتون كريمو هذو ما قالوا تونسية اللي تاخذ واحد مش مسلم زانية زناء هذا زناء حركة النهضة بعدت على هذا ولكن آآ إذا كان مشينا في الحقوق الفردية للناس لا ولاية للشعب على طفلة تقرى في ألمانيا ياخذ الترجل خرجنا من هذا خرجنا من هذا في منظومة ديمقراطية وحرية المعتقد وا 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 ثم إذا كان فيما حساب بينها وبين ربا ثلين إذا كان نحن قبلنا بمجالة المجالة الجزائية ومجالة الإجراءات الجزائية وخرجنا عن الحدود وخرجنا على قطع اليد وخرجنا على الزاني و الزانيات وكذا وخرجنا على الجلد وهي حكام قطعية في الإسلام فياش حديث ودخلنا في حكاية من نوع هذا اللي هي فيها توصية في القطع ثم يوصيكم يوصيكم وتطور الأحداث والزمن وكذا أمام النوع من هذه الوصية ثم المبهم في المشركين المشركين ينطقوا عن نساء وعرجال ما تاخذوهمش كانت تحبو تمشيوا فيما تاخذوهمش في صورة النساء وفي غيرها من الصور واضح الحديث على النساء المرأة واضح أما وقت يقول لك معناها ما تنكحوش المشركين المشركين يحتملوا الراجل ما يحتملوش هذا هذا الدباء النهضة بعدت عليه خطر ثم اشتغال اتصالي وغيره على صورة المطب هذا هو موجود في هذها الناس هذا ما نتنساوش هو عدم الصدم مع الناس لأنه الناس مش فاهمين أنه تخلي عن نظام الحدود في المادة الجزائية وثم التمسك بمبدأ المراث موجود عند الناس اللي ذكري مثل حضرنا ثاني يقول لك خي خنتتاو بشجية تناقض كلام ربي وما كلام ربي لكن العامة تتنور من خلال المفكر ومن خلال السياسي ومن خلال التنظيم اللي يجتهد ومن خلال المجتهد الفقيه ايضا المجتهد انا في اعتقادي الموقف ناجح سياسيا موقف الناس اخويا نحن مع رئيس الجمهورية حتى يقدم مبادرة شريعية ويمين البكوش في صدره انا التقدير ينه هكا المسأل سياسيا موقف ناجح لكن اذا كان بش نقدمه وانا نعرف انه قبول قبول حركة الناس على الاقل في مستوى الرموز بتنقيح مجلة الاحوال الشخصية في 56 قبولة بعد 60 عام انا السؤال دائما لنترى عليش كتجي مبادرة من هذا النوع نخسروا 60 عام وبعد نقبلوه نوالو نقلو جزء من مكاسب المرأة في تونس احنا على كل بعد ما يقارب ستة اشهر صادقنا على قانون العنف ضد المرأة لا 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 مش هذا لا ماهيش مكروم لا لا مش هذا قانون العنف لا 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 قانون العنف ضد المرأة ما تخطوش في عنوانه خوضوا في تفاصيله وفي مضمونه خاصة في تلك المضامين التي فيها تنقيح للمجلة الجزائية وفها معناها تنقيح لأبواب هامة من المجلة الجزائية وتم نقشتها وتم الحوار حولها ووصلنا لحلول في علاقة بقوانين على غاية من الأهمية اليوم الوضع يختلف الوضع يختلف نحن نتحاور نتناقش نتعاطى إيجابيا مع كل ما يمكن أنه يفيد المرأة التنسية ويحقق المساواة متاحها ويرفض كل معناها أشكال معناها التمييز القايمة بينها وبين الرجل ويراكم على المكاسب الكبيرة اللي تحقق المرأة التنسية خلينا في فتار التفاعل هو مدخل به أنه التأديب والهجر في المضاجع وكف التأديب المعروف عند الفقهاء وكف التأديب معقول ومقبول كي خرجنا منه باو يؤهل إلى أدرجة في مسائل أخرى اليوم اليوم رئيس الدولة نفسه حينما عرض هذه الفكرة وذكروا أنتم الخطاب أنتم رئيس الجمهورية كان خطاب فيه الأقدار الكبيرة معناها من الرصانة من الرصانة لأنه هو يتحرك في مجال مش سهل وهذا المجال مش معني به فقط تحرك تناظر هذه المسألة الدينية مش معنية بها فقط تحرك تناظر أو طلع حتى در الإفتاة في مصر عندها رأي وتحب تناظر وضعيشه بالنسبة در الإفتاة ولغيرها نقول أهل مكة أدرى بشعبها ما فم حتى جيها الآن قادرة أن تمارس الوصاية على التونسيين والتوانسة الكل يختلفوا معناه يكون عندهم نقاش يفترقوا في نقاشاتهم يختلفوا يلتقيوا تبقى تونس للتوانسة وخيار التونسيين للتونسيين ما ينجم حتى جيها الآن تقدم دروس دروس للتوانسة لا في الدين ولا في الإسلام ولا في الديمقراطية ولا تكفر كما المدعوة أما كميش متفقين جماعة السيسي وجدي غنيم أنا مش نسألك حاجة جماعة السيسي يحكموا بالعدام ويعمل ويجي من غادي وجدي غنيم محكم بالعدام ولا بالتكفير معا جمعة السيسي معا دار الإفتام اتفقوا كلهم على التونس على كلنا نقولون المسألة هي معناها ذات طابع حسس ورئيس الجمهورية نفسه حينما طرح الفكرة يدرك حسيتها ولذلك شكل لجنة في هذا الغرض ومعناها يدرك أنه حتى الدعوة متاعه وقتلي قالنا راني ما نيش نحب نصادم التوانسة في شعور دين يدرك أنه المسائل هذية تحتاج خاصة سيريزر في المسائل هذية طبيعة ثقافية معقدة مجتمعية تحتاج إلى حوار مجتمعي ونحن لنحبوه في حركة النهضة أنه أي قانون يتعدى للمصادقة عليه وحد التواس ومقسم شكرا لك عماد الخميري نتقرسمي لحركة رحزار عذورك معنا في الكابوتين شكرا لك سيد دازر وكان تعرف كفش معلم لسوء بجديد من كابوتين شكرا لك كم نسكن شئيتا بجمان